بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن فقه المرأة في الإسلام يجيده الرجل ولكن تجيده المرأة بشكل أتم فهو يحتاج إلى مشاركة المرأة في نشره وتعليمه لبنات جنسها وكان من أسباب تعدد الزوجات وليس السبب الوحيد من ضمن الأسباب تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أنهن كنا يحملنا فقه المرأة للمرأة بسبب معاشرتهم وجودهم فترة طويلة مع رسول عليه السلام نعم لأن هناك أموراً تحدث لديه وتحدث لديه ولا يطلع عليها إلا الزوجة سبحان الله هناك أمور خاصة وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في حياته شيء اسمه سر أو خفي حتى معاشرت الزوجة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حتى عندما يغتسل تقول السيد عشا كان يبدأ بشقه الأيمن إذا اغتسل يحب التيام في كل شيء الشاهد أن هناك أموراً خاصة في حياته السرية نقلت ولابد أن تنقل ليقتدي الناس به فيها لأنه خاتم الأنبياء والسلام ولأن رسالته عامة وخالدة فلابد أن تؤخل بكل حذافيرها فكان فقه المرأة لا يجيد نقله إلا المرأة وكان يصف لمن تسأله كيف أتطهر يقول تتبع الدم وتطهري تقول ما فهمت فتأتي السيدة عائشة وتقول خذي فرصة يعني قطعة من مسك وتتبع وتشرح لها بالتفصيل وشرح المرأة للمرأة لا تجد في حياء حياء ولا حرج كما يفعل الرجل مع المرأة يكون في شيء من التحفص ففقه المرأة كانت تحمله أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم ومن أجل ذلك كان من ضمن الأسباب في تعدد الزوجات ما يقومن به وكان عند السيدة عائشة علم لا يوجد إلا عندها لدرجة أنهم كانوا بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت توجد بعض أحكام يختلف فيها الصحابة ويحتاجون إلى بيان حكمها أو إلى حديث فيها فيلجأون إلى السيدة عائشة فيجدون الإجابة عندها ومن الحكم العليا في أن الله تعالى زوج رسوله بعائشة وهي صغيرة بنت ست سنين تتم خطبتها وبنت تسع سنين يتزوجها ويدخل بها كانت بإرادة الله يرى الملك وقد حمل في الرؤية صورتها ويقول له هذه زوجتك في الدنيا والأقرى فيقول عليه الصلاة والسلام إن كان هذا من عند الله يمطه ما دام عن أمر من الله على العين والرأس يقبله وليس معنى أنه خطبها بنت ست سنين أو تزوجها بنت تسع سنين أنها كانت صغيرة الحجم لا كان أيامها تسع سنين كان تسع سنين تنمو أجسامهن عن ذلك في دلوقتي بعض بنادبه تسع سنين وكبار لكن كانت طفلة نعم وزفت ومعها رئيسها ولعبها رضي الله عنها وكانت إرادة الله بذلك لأن الحفظ في الصغر كان نقش على الحجم لتحفظ وهي طفلة أقواله وأفعاله ولذلك علماء الحديث يعدون السيدة عائشة من المكسرين ومكسرات من رواية الحديث لأنها كانت ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت من صغرها فحفظت ما لم يحفظه سواها وكانت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى مرجعا يرجع الصحابة إليها ويسألونها عما يحتاجون وكانت تجيبهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا